بيتس أن يقول على أن الحكومة وفارت اللحم وخصة اللحم المجمد كان عليه أولاً أن يصارح المغاربة ويقول للمغاربة أين ضاعت اللحم البيضاء والحمراء التي كانت بوفرة متوفرة في المغرب اليوم الحديث على أن السوق المغربي يتعرف استيراد اللحم المجمد هذا دليل على أزمة لأن كل من المفروض على المخطط الأخضر أن يوفر العمل الغدائي والسيادة الغدائية أظن على أن مثل هذا الكلام هو يؤشر ويعطي الشرعية لإزمة الاجتماعية المتفاقمة على مستوى السياسات المتباسة في المجال الفلاحي أو في المجال الغدائي أو في المجال الزراعي أو في غيره من المجالات الاجتماعية ربما السيبيتس لا يذهبوا إلى السوق هذا هو زعمال التعليق الذي نقدر نقول أنا البرحة لتعليق اللحم بألفين وثلاثمائة ريال للكيلو في تمارة غير في تمارة غير في تمارة غير في تمارة غير إحدى إحدى نعم يتحدثون عن الاستيراد وهذا من الإشكالات التي تحدثنا عنها من يستفيد من هذا الاستيراد اللوبيات يكتحدثوا عن أضحية العيد واستيراد الأضحية هل وجدتوا ما في السوق بشكل متزيم هل انخفضت أسعار الأضحية لارتفاع الذي الذي عرف الارتفاع في الأسعار في أسعار اللوحوم قابل عيد الأضحى لازال مستمرا الكفتارة بشكل متى وإذا بشكل واضح إن السيبيتس لا يذهب إلى السوق